أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على شرعانة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة أوضحت وزارة الخارجية أن مصر استنكرت وبشدة استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما في ذلك القدس الشرقية مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين كما دعت مصر المجتمع الدولي لتدخل وقف الإجراءات والممارسات غير القانونيات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني من بينها الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة